موسيقى برحب بحضراتكم ومستمرين ويمكن هذا الخبر عنه يكون عن ايران واللي بدأت فيه احتجاجات بسبب قتل مهاسة اميني وده كان بعد ما اعتقلتها الشرطة وادن شرطة الاخلاق اعتراضا على وضعها الحجاب او طرحة على رأسها بشكل مرفوض او غير المتفق عليه عندهم وكده تم عقد مجلس الامن الدولي اجتماعه غير رسمي ومن الاربع المقبل بشأن سيعقد اجتماعات ايران وذلك بناء على طالب الولايات المتحدة والبانيا المقرر يلقي كلمة كل من المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الانسان في ايران جويد رحمن والحقية الحائزة على جائزة نوبل السلام شيرين عبادي والممثلة والنشطة في مجال حقوق الانسان نازنين بنادي وجاء في نص الاجتماع في هذا الاجتماع سيتم منقشة استمرار اضطهاد النساء والفتيات والاقليات الدينية والعرقية في ايران وسيبحث هذا الاجتماع الفرص المتاحة لاجراء تحقيق مستقل وزيم مستقية في انتهاك النظام الايراني لحقوق الانسان واضاف هذا النص سيناقش هذا الاجتماع ايضا استمرار الاستخدام غير قانوني لقوات القصرية ضد المتظاهرين ومحاولة النظام الايراني ملاحقة ومضيقة المدافعين عن حقوق الانسان والشخصيات المعارضة للنظام في الخارج من خلال اختطافهم وقتلهم هيكون معانا لمعرفة ما يحدث في ايران ودور الولايات المتحدة ايضا في فكرة ان تعقد مجلس الامن وممكن يكون ضغط ولا فعلا حفاظا على حقوق الايرانيين معانا استاذ محمد خيري باحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانية مساء الخير يا فندم مساء النون يا فندم اهلا بحضرتك برحب بحضرتك وحب اعرف ماذا يحدث في ايران منذ اغتيال او قتل مهاسة اميني الحقيقة مسألة مقتل مهاسة اميني الفتاة الكردية على يد شرطة الاخلاق اثار موجة غضب كبيرة جدا في الشرع الايراني وبالتالي رأينا كيف خرج المتظاهرون في كل المدل الايرانية سواء كانت قوميات فارسية او قوميات عربية او غيرها من القوميات التي تحس بان هناك نوع وداء جديد على الشرع الايراني نعم بالضبط الضبط يعني يعني غالبية القوميات هناك القوميات الفارسية بالتحديد لم تعدد على المشاركة في احتجاجات غضبة ضد النظام وبالتالي اذا كانت يعني هذا مؤشر قوي جدا انه هناك نوع من الغضب الشديد لدى كافة القوميات الايرانية جراء الممارسات العامة للنظام سواء كانت اقتصادية او حتى ما يتعلق بالحريات وبالتالي خرجت هذه التزاورات الغضبة في كل ارجاء ايراني بالاضافة الى ذلك خرجت التزاورات ايضا في المدارس سواء كانت في المرحلة السنوية وشوفنا بعض الفتاة بيشيلوا الاشارب وبيطلعوا بصور نوع منهم من الاحتجاج على ما حدث بالضبط هو ده يعني مسألة رمزية جدا انه هذا الحجاب الذي فرطمه علينا طبعا هي رسالة للنظام الايراني انه هذا الوضع وضع مرفوض وبالتالي لجأت بعض الفتاة الى احراق الحجاب وقص شعرهن في هذه التزاورات الغضبة والتي ما زالت في حالة من الاشتعال والغضب الكبير نتيجة الممارسات القمعية التي يقوم بهالنظام بحق هذه التزاورات الفكرة بقى هنا في محاولة القمع الحقية اللي حصل يعني في عشرات من القتلى في مقاومة هذا الاحتجاج من نظام ايراني حضرتك شايف هل بالفعل ممكن يتم السيطرة من النظام الايراني على الشباب المحتاجين ولا بالفعل كل يوم انا شايف فيه زيادة في العدد اللي بينزل الشارع هو بالطبع لا بد ان يكون لكل فعل رد فعل وبالتالي اذا تزايدت حدة التزاورات سيتزايد مع القمع وبالتالي سيتزايد حدة التزاورات اكثر فاكثر خاصة وانه الامر هنا لا نعول على اجيال عاصرة الثورة الايرانية او امنت بفكر الخميني لكن الاجيال الجديدة الموجودة الان على الشباب في الجماعات لا يؤمنون بهذا الفكر اطلاقا ومنفتقون على العالم ويعرفون جيدا انه هناك حالة من الانغلاق يعيش فيها المجتمع الايراني من الداخل خاصة في ظل العقوبات التي فردت من المجتمع الدولي او من الولايات والتحدة الامريكية في اعقاب الانسحارة الامريكية من قطب العامل الشمال المشتركة المعرفة بالاتفاق النووي وما استدبعها من اجراءات ايرانية تحد من سفر المواطنين الى الخارج او عدم قبول الولايات المتحدة الامريكية اللي هي مسؤولين ايرانيين او حتى مواطنين اليها وما يتعرض له المعارضون هناك يعني لا نتخلل ان كل المعارضين هناك يتعرضون لحالات اغتيال يتم راسيال وقتل طيب خليني اسأل حضرتك عن جلسة مجلس الامن واللي دعت لها الولايات المتحدة الامريكية هنا هل ممكن تستغل هذه المظاهرات ايضا في الضغط على النظام الايراني من خلال الولايات المتحدة ولا بالفعل ممكن يتم مساعدة الشرع الايراني في الوصول لحريتهم والهم عايزين يوصلوله يعني هو في الحقيقة طبعا زي ما تذكر تقرركم انه هذا الاجتماع الاجتماع جراسي دعت له كل من الولايات المتحدة الامريكية والبانيا فهو يعني يستهدف فقط تسليط الضوء على الاختاجات التي حدثت في ايران ووضعها امام المائدة الدولية على مائدة مجلس الامن لنظر فيها واحتمالية ان يكون هناك عقوبات صادرة عن المجتمع الدولي او عن مجلس الامن ايران طول عمراف عقوبات ايه اللي هيبقى بالنسبة لها ضاغط بقى تاني الجديد ان هناك رسالة جديدة الان من مجلس الامن عن المجتمع الدولي اه بالضبط لان العقوبات المفضوضة الان هي عقوبات امريكية بشكل كامل لكن هنا يشارك المجتمع الدولي ايضا بالضبط بريطانيا لم تفرض عقوبات منذ انتحاد الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي الا هذه المرة مع العقوبات التي برضت على المسيبين الامنيين في قمع الاحتجاجات حضرتك لهذه العقوبات هيكون ايه؟ رد فعل ايران على هذه العقوبات هل ستستجيب؟ ستستجيب لماذا؟ لمسألة القمع او مسألة العقوبات زي ما حضرت ذكرتي انه في المجتمع الايراني معتادين على هذه العقوبات المفروضة عليها منذ الثورة الايرانية ولكن الازمة هنا هو انه هناك حالة رد فعل سلبي من المجتمع الايراني او من النغبة الايرانية في السلطة الحاكمة تجاه هذه العقوبات وتجاه هذه الرسالة انهم يستقدمون هذه العقوبات على اعتبر ان هناك نوع من الضغوط تمارس على المجتمع الايراني من الداخل او ان هناك خيانة او ان يصفون المتظاهرين بانهم بخوانة يتعاملون طبقا للمؤشرات التي تأتي من كانت او ان هناك اياد كافية اجنبية تحرك هذه التظاهرات او بالفعل قضاء ايران يبدأ محاكمات للمحتاجين بزريعة نشر الفوضى بشكر حضرتك دكتور محمد خيري باحث في المنتدر العربي لتحليل السياسات الايرانية خليني اقول لحضراتكم فقرة همة جدا وهنكمل فكرة الصناعة هي ان انا يبقى عندي حلم خليني ممكن قبل ما استقبل الضيف كمان هي حلم ان انا يبقى عندي الصناعة بتاعتي الصناعة الوطنية ان انا مبقاش عندي استراد كل ما ابص على الفترة الحالية وقد ايه البلد وقفة على ان احنا مش قادرين نستقبل الاستراد الجاي من برة ولو فكرة لو الازمة دي طولت شوية ايه اللي ممكن يحصل رد علي المؤتمر اللي كان برئاسة السيد الرئيس اليوم ان احنا ان شاء الله بنعمل على اني بقى عندي صناعتي الخاصة لتغنيني على ان انا ابقى منتظرة الاستراد من الخارج خلينا ارحب مع حضراتكم الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثميري العاشر خلينا اقول لحضرتك اهلا بيك ويعني اقول لي رأي حضرتك في المؤتمر اللي كان اليوم اهلا بيك وبالسدل للمشاهدين الحقيقة المؤتمر بنهارفة كان بالنسبة لنا يعني مريح جدا لاني اه قدرنا نتواصل مع اه استيادة الرئيس على انه هو متفهم الوضع بالزبط المشكلة فينا ويعني كان من ضمن الحلول الجوهرية اللي اتعاملت هوا عمليات التعويم اللي تمت يوم الخميس اللي هو من يومين لان ده يعني اكيد هيأدي الى زيادة الاستثمارات بكل عملة اه اه جنبية للبلد سواء من جميع القطاعات سواء عمليات السياحة او عمليات التظهير او عمليات الاستثمار وده اه 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 او برضو هيشجع الناس اللي هي عندها عملة سواء من العاملين في الخارج او سواء اللي موجودين عندهم هنا في فلوس كاش في مصر على انه هم يحطوا العملة بتاعتهم في البنوك وياخدوا السعر العادل بتاعتها او السعر السوقي اللي موجود دلوقتي طبعا ده هيوفر اه عملة يستطيع البنوك تدبر فيها الاعجابات او التحويلات الرئيسية او الهاجات اللي هي بكتسب في الجماكن الحاجة التانية برضو اللي الحقيقة نالت الاعجاب ان الرئيس بيفكر بحاجات اه مش درجة حاجات خارجية يعني يتكلم مثلا على المعوقات الموجودة في اه نوع من الدورقراطيات والحاجات كلها وحتى كان في دعابة كده قال انا مستعد اعمل مكتب عندي في الرياسة يحل مشاكل الصناع والمتسمرين وحتى احنا تمسكنا في الموضوع ده وانه له يا ريت يا ريت يا ريت يا رئيسي فاااا وبالتالي هو انت اعمل بتاعت وزير التجارة والصناعة انه هو ممكن يحفز القائمين على الخدمة للمستثمرين والصناع عن طريق ان هو يحدد لهم اهداف واللي حقق الهدف منهم يبقى فيه نوع من العلاوة او الحوابس اللي هي تخليه برضو يسعد ان هو عمل الخدمة بدل ما يبقى عاملها وبتضرر او خايف يسعد ان هو بيعملها ويوفر وقت ويوفر مكتب على المستثمرين ده يعني وطبعا فيه طمئنان لينا كصناع لمجرد وجود سيد الرئيس طبعا نعم لمجرد اهتمام وحضور ووجود سيد الرئيس اليوم ودعمه بشكل شخصي للصناعة اه وطالت الحقيقة باستمرار التواصل يعني محتاج تواصل ما بيننا كصناع ومستثمرين مع سيدة الرئيس من خلال القنويات اللي هي موجودة تحاد الصناعات الجامعيات المستثمرين كلام من ده بحيث ان هو يعني هو مع الحقيقة ما هوش بعيد عن الموضوع هو حاسب النبض وحاسب وعارف ازاي ممكن تحل المشاكل وبمتابعتي لشغل الرئيس تقريبا كل حاجة بيشارك فيها بيطلب تقرير فعلا عنها كل شهر وهو هيتابع بالشكل حقيقي خلينا اسأل حضرتك والنهاردة طلب بازالة كل العوائق للمستثمرين وطلب بعمل الرخصة الزهبية حاب بعرف من حضرتك اكتر وممكن انا اتناولت الموضوع من اول حالة لكن اتركت هذا الجزء لحضرتك عرفني يعني ايه الرخصة الزهبية وفايدتها الايه للصناع اه عشان ما نخشش في الاجراءات الدولتونية المعروفة اه انا بس عايزة عارف بشكل عام يعني ايه عشان ما نخشش في بايلامة الاجراءات الدورقراطية والكلام من ده الرئيس واحد على انه طلع حاجة اسمها رخصة زيارية اه في خلال ماكسيما من ثلاث نشهر من ساعة تقديم طالب الخدمة او طالب المستثمر او الصانع بحيث انها تبديه رؤى وهو كان متوقع بركو انه الرخصة دي هيبقى يعني الاغلبية هيبقى صح وممكن اقلية جدا هيبقى فيها تجاوز فالتجاوز بعد كده نحله بدلا ما نمنع ونقفل على الجميع ونقفل وناخد طابير وموعيد لأول مرة ما تباشي السيئة عم بالضبط لأول مرة فالتسهيلات دي من خلال تسهيل الورقي تسهيل مثلا التمويل من البنوك تسهيل وجود عمالة هو من اقول لحضرتك حتى هو كان بيتكلم مش بس انا كنت بتكلم مع سيادة الرئيس على اساس مش بس التنمية الصناعية او هاي التنمية الصناعية هنتكلم على كل ما هو في علاقة تقديم ختمة للمستثمر ان طبعا عمليات برضو اتاحة المعلومات مهمة قوي في ان انا مثلا اخش في مشروع يبقى له جدوى وبتاعه حتى هو سيادة الرئيس برضو وكنا بنتكلف موضوع الصودة القاش وبعدين قال ما هو الصودة القاش مش موجودة في مصر وبتستورد وفي نفس الوقت ليها احتياج ومواد الخام بتاعتها موجودة فمش محتاجة نقعد نضيع وقت لا تنبدأ على طول فيها وانا اعتقد ان الايام الجاية اتشهد طفرة في تعميق الصناعة المحلية واحلال المنتج المحلي محل المطورة 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 الاستراضية بيزن خليني اسأل حضرتك عن نقطة اثيرة يعني كثيرا اليوم وهي القطاع الخاص والشراكة ما بينه ما بين القطاع العام حضرتك شايفين ده هيضيف للصناعة هييسر للصناعة ولا هيبقى بيعرقل ويزعج ويخيف المستثمرين او الصانعين بشكل محدد يعني والله لو كنا احنا بنستخدم اصلي برضو هلو اقول لعضرك حاجة اي حاجة من غير ملكية او ليها صاحب لا يمكن ادارتها بالشكل الصحي اللي هو يبقى فيها انتاج وفيها ربح وفيها يعني وتبقى مبدية ومرزية ولازم انها تستمر فاق لو اطلق قيادة القطاع الخاص على ادارة ومشاركة القطاع الحكومي في بعض المشاريع الانتاجية واطلق قيادة القرية في موضوع الادارة واتخاذ القرارات اعتقد ان ده هيصلح ويجيب عواقع تويسة للاثنين القطاع الخاص اللي هيشترك بمجهوده او اذا كانت مرضوك بيشارك بماله بفكرته او بلزبط كمان خليني اتوقف مع حضرتك عند مبادرة ابدأ واهمية المبادرة دي وفكرة ان القائمين عليها شباب يعني خليني اقول حضرتك انا انتفاجئت وانا بتابع ان كل المسؤولين وكل المشاركين كانوا شباب حضرتك شايف الدور ده والثقة دي في المجموعة دي وتحويل الفكرة من انها تبقى مبادرة انها تبقى شركة فكرة ايه عبدالبك؟ ابدأ ابدأ بتطوير صراعات نصر فكرة ابدأ الحقيقة فكرة شابة والفراميل عليها شباب وعندهم طبعا رؤية وعندهم شجاعة وعندهم قرية الحركة تقول ان هم يقوموا باعمال من البداية او يخصوا في شراكات مع اعمال مبهودة ويتخبروها دي يعني النهاردة كنا نشوف في المعرض شراكات كتيرة جدا ومشاريع كتيرة جدا قامت بيها المبادرة ابدأ والحقيقة نجحة لان برضو حضرتك شغالين على الفيزابيلة السطادي والعائد على السمار بشكل خويس لو سألت حضرتك عن برضو القطاع الخاص وفكرة ان البعض يشير ان تراجع دور القطاع الخاص في الفترة الاخيرة وانه كان مفروض ان يكون دعموا للبلد اكتر من كده حابة اعرف من حضرتك اكتر عن نقطة دي ورأي حضرتك في فكرة التراجع وكان طبعا كان فيه تراجع في الفترات اللي فاتت من درش نيمتك نتيجة ان برضو تغير القوانين وزي ما بقول كده المستثمر جاي سواء محلي او اجنبي عامل دراساته على ظل ظروف معينة ومزايا معينة واشتراكات معينة وبعدين عبال ما بيبدأ الانتاج بتاعه وينشئ المصنع بيقض حوالي من سنتين لتلات سنين يبص يلاقي مفاجأ ان فيه تغيرات في القوانين واللواية تؤدي الى ان هو المشروع بتاعه ما بقاش فيزابول او ما بقاش ناجح برضو عملية الاستقرار والحكومة ملحة في انها تشارك القطاع الخاص وتدينه فرص لتصمار وعملية الالحاق على تعمية الصناعة وعملية الالحاق على ان احنا نحل المنتج المحلي محل للمنتج المستور دي بيدي فرصة وتشجيع للقطاع الخاص ان هما يقوم بدوره والمفروض ان الحكومة عاملة حسابها دلوقتي على حوالي 70% من اقتصاد الطاوم يقوم بالقطاع الخاص او عطل هل تم بالسبب الازمة الروسية الاوكرانية بالسبب كورونا بالسبب الضغوط الاقتصادية هل تم اغلاق بعض المصانع الفترة اللي فاتت؟ بص اقول لي حضرتك احنا يعني انا وجهة نظري اها فيه ازمات وازمات مؤثرة من ناحية تدفع الاسعار وبتاع التكاليف لكن احنا باستمرار بنتكلم على القانون الطبيعة العرض والطلب طالما ان المعروض من المنتجات لا يوفي بالطلبات الموجودة في الاستمرار نسبة الانفليشن والتضخم والدفاع الاسعار هيبقى باستمرار والاحتياج للعملة الاجنابية والكروض وكذا منه لو يبقى فيه تنوع من التوازن ويبقى فيه زيادة في العرض على طريق زيادة للنادق القومي وتشجيع التطاع القاس على ان هو يقوم بدوره ويتوسع ويبقى عنده حوافق وعنده تشجيعات زي اللي احنا شايفينها دلوقتي اعتقد انها هبقص لقى حضرتك الكرب يحصل فيه ان هو زيادة في الانتاج وزيادة في العرض ومنافسة في السعر لصالح استهلك المصر صحيح بالضبط خلينا مع حضرتك ومشاهدين هنطلع فاصل وهنرجع نستكمل الحديث مع ضفنا ان شاء الله موسيقى